اشتركوا في القناة والسيد عمر بدر حسون الكاتب والصحفي والدكتور عبدالأمير العبودي الكاتب والإعلامي اهلا وسهلا بكم ضيوف للكرام وعدنا هواي قضايا ناقش بها اكيد الزيارات الاخيرة لمسؤولين عراقيين لواشنطن والدول العربية بدت المشهد هكذا اخلينا نقولها بصراحة السنة يرحلون الى محجتهم واشنطن ومسؤولين ينتمون الى الصف الشيعي للدول العربي اردن سعودية مصر ايضا وقطر في النهاية التركيز صار على قضية الانتخابات وتأجيلها من عدمه تهويل كبير للقضية وتحذيرات تصدر من مسؤولين عراقيين خصوصا من دولة القانون على قضية تأجيل الانتخابات بالنسبة للحجد الشعبي يقولون كل هذا التهويل هو بسبب للحيلولة بالاصح لعدم وصول ابناء الحجد الشعبي الى مراكز السلطة والبرلمان انت كيف تنظر الى هذا المشهد السادة نجيم تحياتي لكم تحياتي لسادة الضيوف الكرام يعني بلا شك تساؤلات في غاية الاهمية يعني تعطينا انطباع اولي ان هناك اعادة ترتيب للأوراق السياسية في العراق لذلك الحراك الذي يحصل في العراق باتجاه الخارج اخذ مسارات كانت متقطعة في السنوات الماضية يعني مثلا الاطراف اللي بدت الحكومية اللي تتحرك على البلدان العربية في حين كان العراق بعيد لا حد ما عن محيطة او عمق العربي لكن تدخل او دخول الولايات المتحدة على الخط سهل عملية التقارب بين الحكومة العراقية وبين البلدان العربية كلمة السر في هذا الباسورد هو النفوذ الايراني طبعا هل العرب الآن قادرين على ان يكونوا فاعلين في العراق بعد هذه الغيبة الطويلة وترك هذا الفراغ وانت تعلم سادة علوم سياسية السياسة لا تحب الفراغ نعم يعني العرب هو تساؤل هذا العرب هم اللي غادروا العراق ام ان العراق غادر العرب يعني هو هذا التساؤل العرب بلا شك هم قصروا في التعاطي مع القضية العراقية يعني اشتركوا بأعمال مسلحة وتسهيلات حربية مع قوات دولية في 2003 وثلاثة وهذا يعني خلاف ميثاق جامعة الدول العربية وصار هناك ثغرة بعد 2003 كان من المتوقع أن تردم هذه الثغرة وتعود العلاقات طبيعية وهي فعلا عادة طبيعية من 2003 2004 كانت علاقات العراق طبيعية مع العرب الافتراق حصل بالتحديد عام 2005 مع بداية انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية وكتابة الدستور هذين الحدثين أبعداء العراق عن العمق العربي إلى حد كبير بالنسبة للانتخابات أول انتخابات يوظف فيها العامل الطائفي والمذهبي بشكل واضح وهذا قلق المنطقة العربية لأنها تتحسس أصلا من هذا الطرح باعتبار أن نفس المشاكل الموجودة في العراق تجدها في سوريا وتجدها في السعودية وتجدها في بلدان أخرى فلذلك هذا الحدث وتوظيف الطائفية في الانتخابات كان واحد من الأخطاء الاستراتيجية العراقية التي دفعت بالعراق أن يبتعد عن المحيط العربي خلينا أخذها في شكل محلي أرجع شوي إلى هذا القضية ألا يعني هذا الاستقبال حافل الدكتور حيدر العبادي أنه يا جماعة السنة تحديدا ما عاد لكم دور حاليا لقينا صاحبنا ونقدر نتفاهمه ياه وبالتالي قد ينحسر الحضور السنة في العراق بهذه الطريقة وهناك إشارات إلى أنه مباركة بالترشيح السيد العبادي لولاية ثانية هذا صحيح الرأي أم أنه مبالغ فيه يعني قد يكون مبالغ فيه نوعا ما يعني أولا الدور السنة صعب أن يتلاشى أنا قد لا يتلاشى وأنه لكن المؤالين وهذا الرحيل وهذا المحج إلى واشنطن لا هو حضرتك تبترى بالشراحة أنا أقصد هذا القضية لأربط بين زيارات الأمريكا وزيارات السنة إلى أمريكا والشيعة إلى الدول العربية أنه ما عادت القضية أنه من يؤثر على السنة هم الخليجيين ربما الطرف الأقوى هو أمريكا الآن أمريكا هي الراعي الرسمي للعملية السياسية وهي صاحبة الدور الحاسم عند المكون السني وعند المكون الشيعي وعند المكون الكردي نحن نتحدث عن تأثيرات إقليمية يعني تقولي الدور التركي أقول نعم مؤثر تقولي الدور السعودي أقول لك نعم مؤثر تقولي الدور الإيراني أقول لك أكثر تأثيرا لكن ولا واحد من هذه الأطراف يملك قدرة على الحسم الذي يملك القدرة على الحسم أنا في تقديري هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها وصفت هذه المنطقة الأراضي العراقية على أنها منطقة نفوذ أمريكية والدول الكبرى تعرف قواعد اللعبة الدولية تلاحظ مثلا روسيا كأكبر منافس في النظام الدولي الجديد للولايات المتحدة يتحرك في كل الساحات إلا في العراق لا يتحرك لأن يعرف قواعد اللعبة يعرف أن هذا خط أحمر لا تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية القوى السياسية السنية أدركت هذه المعادلة ولكن بشكل متأخر الآن ذهبت إلى واشنطن دون أن تعقد العزم على عقد تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة بلايات المتحدة يرادنا تعامل من نوع خاص يراد واحد يفهم أن الأمريكي كيف يفكر مو يعني أنت الآن تسترضي مثل ما تسترضى أي بلد عربي أو مشكلة محلية يعني لغة التخاطب مع الأمريكية ما تكون بهذه الطريقة لذلك التوجه السني الأخير نحو الولايات المتحدة أعتقد أيضا ما رح يكون تحرك ناضج وكذلك التحرك الحكومي على البلدان العربية أيضا سيكون تحرك غير ناضج لأنه أصلا يعني علي محددات كثيرة لا تسمح للعراق أن يعود إلى الحاضنة العربية ويعقد تحالفات استراتيجية مع العرب هذا لن يحصل بسرعة أي حادث جديد أي تطور جديد تلاحظ يصير افتراق بين العراق وبين البلدان العربية كما هو حصل في الاجتماع الوزراء الخارجية جامعة الدول العربية نعم رفضوا قضية توصيف حزب الله بين الارهابي يعني هذه التوجهات أنا أعتقد سوف لن تنجح بما فيه الكفاية لا التحركات الحكومية مع العرب ولا التحركات السنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما الجانب الكردي بدأ يرمم علاقاته مع الولايات المتحدة وقد ينجح خلينا صدق هذه القضية بالجانب الكردي سيد عامر هناك وكأنه كل يدعي وصلا بواشنطن من خلال شيء واحد تهويل النفوذ الإيراني أو التركيز على تمدد النفوذ الإيراني سيد فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بأربيل يقول إذا لم تكبح الميليشيات الإيرانية فسندخل حربا أخرى لأنها تريد اقصاء بقية المجموعات ونحتاج لها تحرك دولي لأنه حتى لا يتحول العراق إلى بلد الإسلام المتطرف بدل من أن يكون ديمقراطة فدرالي الجميع ما أن يريد أن يتقرب إلى أمريكا أو للمحور العربي إلا ويبدأ بهذه القضية دعوة تيلرسون بتحب إيران لميليشياتها من العراق أيضا تناغم الجميع مع هذه القضية وكما يقول أبناء الحجد الشعبي أنه كأننا إيرانيين في حينتنا ناس عراقيين وعندنا جناسي وهويات وإلى آخرين أيضا بالجانب الآخر أمريكا لا تريد إضعاف أربيل لأنها تخشى من وصول أيضا موالين لإيران إلى الانتخابات وترشحهم في الانتخابات وفوضهم أنت كيف تقرأ هذا المشهد من خلال العلاقة بين الكرد وبين هذه التصريحات الأخيرة أنا أريد أبجي من حيث انتهيته حقيقة قلت كلام سياسة هواية أنا أعدي ميل للواقع في الواقع أكو بلديا لهم النفوذ الحاسم في العراق ذول شركاء يعني كعراقي في القضاء على داعش معركة داعش إيران وأمريكا والحلف اللي وياها يعني ذول اللي دعموني كجيش كقوات كحشد هذول كانوا الداعمين إليه بهذه القصة ومثل ما يقولون يمونون يعني فعلهم كان فعل ودي بالنسبة إليه هذا النيء رح يكون مصالحهم مرعية وهي مرعية في الأساس أما اللعبة على الحشد أمريكا عندها صراع ويا إيران ويجوز الصراع مو أمريكا إيراني إسرائيلي إيراني يجوز خليجي إيراني هذول حلفاء أمريكا هي متبنين هذا الموقف إحنا براعتنا أنه شلون نبتعد عن هذا وأنا أتشير لك وكالة الأنباء الفرنسية بآخر تقرير إليها تقول أمريكا غضت النظر على قضية الحشد وهذا العداء مع الحشد غير مبرر صلح أقل من نسبوع قالوا نقصد القيادات الإيرانية لما نوصفه الحشد هذا الوصف خليجي هذا الوصف خليجي اللي هو ابن فكرة بمعنى أنه الإشارة التي تمت عن طريق أنه من كان يحمل الملف العراقي في عهد أوباما ما زال هو الآن مع عهد ترامب وبالتالي ما زالت السياسة نفسية إذا من يحارب داعش أنا غضي النظر عنها ما لي علاقة هاي هاي تصريحات طلعت من الأمريكان لأرضاء السعوديين لأرضاء غيرهم بس أنا كعراقي عندي معادلة الداخلية وعندي التوازن بين أميركا وإيران هذا النبال الذي ينقادرات على التأثير بالعراق صنع عن العراق الحديث إذا مريد نحكي بغرور دولة صانعية العراق الحديث أيضا ويانهم دولة موجودين بهذه القصة فلنروح منا ومنا أما العودة إلى نغمة الحشد الإيراني هاي نغمة بائسة استخدمها مسعود البرزاني يعني مثل موحلو سوري يقولون من خلص العرس جدت الرعنت هالهل يعني بالمرحلة اللي يتوقف بيها الصراع من خلص العرس جدت الرعنت هالهل من انتهى الصراع الطائفي بالعراق برد إذا ملاحظ السنة سووا فك اشتباك عنيف ويا داعش أربع ملايين مهجر غادروا بيوتهم ضد داعش ما عادت الصورة القديمة أو الانقسام الطائفي العمودي هو سيد الموقف السنة غيرت مواقفهم فاجأ ما عنده شعار غير انه يتناغم مع الصراع الايراني الامريكي بان يصف الحجد الشعبي بانه هو الايراني وعلى عمل ان يستقطب السنة حزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا مسعود البرزاني ماكو حزب بارتي بدون مسعود البرزاني بالوقت الحاضر يعني اللي ذكرت لك ما سيد فلح مصطفى التصريح هو من الحزب الديمقراطي الكردستاني ايه ذول رجال الرئيس خلي نسميهم نعم نعم مبينين يعني انا كنت حضو بالمكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الكردستاني حضو حادي من العائلة البرزانية قوة من عدي طيب ومو من حقوم لما حتى السيد من العبادي سحب بعض الفصائل الحشد من كركوك تذكر اصدر امر بسحبهم لانه طلع احد العناصر وراء صورة السيد خمني المرشد الاعلى ويهاجم الكرد فبالتالي اعطوا ذريعة بعض الفصائل شوف التجاوزات تمت من الحشد من الجيش من الشرطة الاتحادية من البيشمرقة كانت بالمناطق اللي تحرر من داعش وتمت تجاوزات بهذه القضية الاخيرة لكن هذا ما يغير صورة المعادلة الكاملة الدخول الى كركوك كان من خلال الجيش الحشد ما كان هو سيد الموقف كان تابع هذا التركيز كيف تقرأ هذا التركيز على هذه القضية السيد مسعود البرزاني راد يسوي نوع من الحلف الجديد مع السنة السنة من الناحية السياسية هم ضد الفدرالية يعني الحكم الذاتي الطوع على مضض مصلحة الكرد النهائية بالفدرالية مع الشيعة انا دحش بدون مشاعر مصلحتهم الفعلية اللي يقرر لهم بالفدرالية تحدث عن المواقف وليس العواطف المواقف انا كردي مصلحتي اللي يعترف لي بالفدرالية القوة السياسية السنية لا تعترف بشيء من هذا ما زالت حتى الان بإعلانها تحاربت فهو يعني حقا من كتب احد الصحفيين انه سيدرس هذا الاستفتاء وما تلا كاحد اسخف المواقف السياسية راد يكسب السنة اللي ما عندهم شي يطوه اياه ما يردون يطوه والسنة اللي تلاحق نفسه السياسي نقصد نعم هو اللي انتمل حركة الانتصار على داعش واجه رادي وقد قضية ماتت فهاي كانت كارثة الصراع الايراني الامريكي الايراني السعودي هو شيء راح نتعايش وياه على طول لكن الفيصل والحاسن يمكن اشرتوه لو اريد الاستاذ ايضا انه الانتخابات اش راح تفرز لنا كلمة الحشد هي ايرانية ايه ليران هو تلويح للخارج وليس للداخل هذا الراحة انا اخ شوي الاستاذ عبدالامير العبودي ولكن بعد هذه الوقفة الاولى مشاهدينا اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج وتناولنا مع الاستاذ عامر والاستاذ نديم قضية المواقف الاخيرة تجاه الانتخابات والموقف من النفوذ الايراني كيف تلقت استاذ عبدالامير التصريحات الاخيرة بصائل الحج الشعبي بانه ايران يجب ان تسحب ميليشياتها من العراق بعض البصائل المتهمة بالارهاب السيد ابو مهد المهندس ناعد رئيس الحج الشعبي هو متهم للارهاب ايضا كيف قرأتم هذه الاتهامات وهذه التصريحات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ولي ضيفيك الكريم اهلا وسهلا بداية الفصائل الحشد جميع هذه الفصائل بقادتها هم يعرفون جيدا ان العلاقة مع امريكا هي علاقة سيئة وان امريكا بالتالي تخطط للاطاحة بهم جميعا تخطط اليوم تخطط غدا ولكن هي هكذا تخطط ليس هذا تنبؤا انما هذه معلومات تصل لهم وهي بالتالي هم يعرفون ايضا ان امريكا حين تصرح هنا وهناك فلا اجد استغرابا واضحا ولا كبيرا حين تقول ذلك لكن ممكن ان يكون ذلك يعني موشحا بشيء من الاستغراب فيما اذا قاله عراقي يعني يعني كما مثلا يعني مسعود برزاني يصنف قيس الخزعلي في لائحة الارهاب لديه او المحظورين او المحكومين بالسجل وهكذا حين يقول السنة من العراقيين الذين اشتغل الحجد الشعبي على تطهير اراضيهم بان الحجد الشعبي برموزه هو ارهابي وبالتالي يصفقون لمن يقول ذلك من الخليجيين او من ما تحدثوا في الجامعة العربية مؤخرا لكن ان تقول امريكا ذلك فالامر ليس مستبعدا ليس مستغربا بل هو منسجما متوافقا متسقا مع ما تطرحه الرؤى العقلية والموقف العرب ايضا يناغم هذا بشكل علني صح العرب بالمناسبة العرب خرجوا من دائرة الصمت الطويل التي بقوا فيها منذ سقوط او منذ احتلال اسرائيليين لفلسطين وما بعد بقليل ومرورا بمؤتمر بغداد القوي باتجاه السادات وصولا الى تخوم اوسلو وصولا لا ما بعد ذلك بسنتين او ثلاثة بعد ذلك اصبح العرب يغازلون اسرائيل احيانا علانيا يعني مثلا لا اتوقع انا حين سمعت بان ترامب شاهدت هذا بتلفزيون ترامب يمدح اسرائيل في داخل العربية السعودية تحت قبة بعض القصر السعودي ويقف هناك الملوك العرب ويفقونه ثم بعد ذلك ايضا يذهب الان يمدح الرئيس الرئيس الوزراء الاسرائيلي ايضا يمدحه والزعماء العرب جالسون سلوك ايران اللي يسمح اللي يجعل هذا البشور للتحد ويقولك انا عدو اسرائيلي لا انا عدو ايران هذا ايه هذا الاب السياس انا احسن لك تبرير تبرير لمواقف العربية واضح السعودية ما سيست الدين ايران سيست الدين لا مو ايران رسول الله سيست الدين هي هذا نظرية دينية هذا بله قضيتك نظرية ولاية الفقه لا تقول لي قضية لا لا انت لا تجزي الاشياء انا اقول العداء الايران ليس عداء مواقف سياسية فقط وانا عداء فكري انا ما اعرف اكثر واحد دعم الانظمة الاسلامية مثلا لو توقفت ايران عن دعم مثلا ايران لو توقفت عن دعم حماس السنية المتطرفة لكان خير لها على لقى مع الامريكان لكنها تقف مع حماس موقفا مبدئيا عقائديا حقيقيا رغم انها تعلم ان هنية وغير هنية يكفرون الايرانيين لكنها تقف منهم موقفا عقائديا حقيقيا بالمناسبة شنو مشكلة امريكا مع ايران مشكلة فلسطين اسرائيل وانا وابيك لو ان الان الايرانيين تخلوا عن فلسطين لأول يوم الان امريكا تقف موقفا جيدا من الايرانيين لكن ايران تقف مواقف مبدئية ليس لانها سياسية ودينية لكن لانها مواقف مبدئية هذا محتل وقد رفع ذلك السيد الامام الخميني رفع اشعار ايراني اهمالت هاي قضية عربية وخلي العرب تفاوضهم بالمناسبة فلسطينيين تفاوضون مع الاسرائيليين لا الارض مفلسطينية الارض مصر لديها معاهدة هلتم ما دخلكم الايراني الان لو اجي الملك انا ايراني اول الان لو الان لو اجي الملك السعودي الان الملك السعودي هذا سلمان لو اجي وتنازل عن مكة او عن الكعبة تشتكن موقفك يعني تصفق له واتقول خلاص هذه ارض سعودية عزيزي هذا ارض اسلامية هذا ارض نص عليها بالقرآن شنو بكيف احنا هنية وكيف احنا محمود عباس وكيف يصر عرفات سابقا هذه ارض مشاعة لكل المسلمين ليس من حق احد ان يتصرف بها هذا تدخل في شؤون دول اخرى هذا لانك تعتقد بقطرية الاشياء وبحدود معينة الايرانيون يعتقدون اذا هي السياسة الدينية هو تسيس الدين خلاص انت بعدها اذا سويت اممية مثل الماركسيين لا رحي قاتل ابن كراغ الى جزر الواقع هذا صحيح انا اقول بهذا انا كفلان اعتقد بان القتال المعقيدي القتال المبدئي افضل بعشرات المرات من قتال امم تعتقد بقطرية الاشياء وبحدودها الان الذي يقاتل عن القدس انت اخذ اخذ مثلا الخارطة العالي الدولية وانظر الى اي المناطق تزافع عن القدس لاش هي الان السعودية باختصار السعودية الان عزيزي يعني خلاص مكتفية بحدودها ما اعتم شاكل لوي الحريري ولا اعتم شاكل لوي باكستان ولا اعتم دادات لنيجيريا ولا قتت الناس في نيجيريا لانهم شيعة ولا ذهبت الى بعد من ذلك حتى على مستوى الهند وهذا كل امتدادات طائفية وعقيدية يعني فقط الايرانيين اذا تحدثوا الى 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 اخر يعني عقيدة تكون مشكلة خلينا فصدت هذا النقطة ملاحظة خيرونة تفضل تفهم عندك تعليم فقط حتى لا يفهم انه كلام الاستاذ كأنه يدعو الى حرب طائفية النظر للامور شيعة وسنة طبعا مستحيل يفهم انا فهمت اخو حسن النية وفهمت واحنا امام جمهور من المشاهدين انت احتيت كأنك نيابة عن ايران انا احتي نيابة عن شرفاء احتي نيابة عن الناس المؤمنين بالدفاع عن القضية الاسلامية الحقيقية احتي نيابة عن كل الذين يؤمنون بان القضية قضية كونية كبرى هذا الطريق اسمه الطريق للفاشية اني اناظل نيابة عن الناس احتي نيابة عنهم اصنفهم شرفاء وغير شرفاء في عالم السياسة وفي عالم الحرية لا يوجد شيء من هذا توجد قوانين وحقوق وبس سيد القوانين وسيد الحقوق هو النظرية الإسلامية سيد القوانين الملزمة هي الدستور عزيزي الآن الدكتور نديم ممن أسس حزب إسلامي راديكالي ويقول لك ذلك أليس النظرية الإسلامية نظرية تشيع الدفاع عن الإسلام عندما كان أم أننا نترك المسلمين يقتلون هذا كلامك صحيح لديك مشكلة مع الدستور ستحدث أي دستور الدستور الذي لا يحدد كدولة إسلامية بالعكس يقول بالإسلام أنا أدس الدكتور نديم الحقيقة هذا يجب أنظر من جانب آخر سياسي اجتماعي تصريح لأحد السفراء العرب أعتقد مصري سرب عبر مواقع قطرية أن الخطر علينا نحن كمصر هو ليس إيران وإنما تركيا تركيا تراعي الإخوان المسلمين وتراعاها وبالتالي هم أساس تسيس الدين الإخوان المسلمين وكلها مشتقات مثل حليب تشتق من عدة ألبان وزبيد وكل هذه مشتقات فالخطر الستراتيجي هو من يتبنى لو نظر الإخوان المسلمين من ناحية أخرى إذا فهمت هذا الكلام بطريقتي وهذه القضية واقعية أن إيران ليست مقنعة للسنين إيران له مئة سنة ولا آلاف السنين راح تكون مقنعة آيدالوجيا نقصد فكريا ولا يتفقي لأي سن بالعالم وبالعكس عند أي سنة كرة لإيران دولة القتلة صدام حسين الشيعة هذه القضية إذن هذا التهويل غير مبرر فكريا للخطر الإيراني وإنما هو تهويل مفتعل لأن إيران لا يمكن أن تكون مقنعة لأي واحد سني شي تقنع بالسيدة زيلب مثلا لو قضية الحسين لو مرحب مو مقنع هذا عدة سنة لا تقوله مقنع أخير سمع من عدة سنة يعني هو بلا شك رائدة الإسلام السياسي كان هو الأخوان المسلمين نعم اللي انبثقت مننا كل الأحزاب الأصولية سواء كانت سنية وحتى شيعية يعني بما فيها حزب الدعوة في العراق هو أيضا انبثق من هذه الأفكار وهذا يعني مثبت هو في كتابه في ثقافتهم أو الكتاب الثقافي الخاص بالحزب لمكون من ثلاثة مجلد الحزب الإسلام العراقي عندما تأسد طلبه من طالب الرفاعي اللي هو زعيم حزب الدعوة بين نوصر رئيسهم القرابة شارت واضعة يعني فإذن هو أصل الإسلام السياسي هو آتي من الأفكار السنية قبل أن يأتي من الأفكار الشيعية أنا قصر إيران 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 تأثر فكريا أدى السنة حتى ننظر لها كخطر كبير العرب ما يخشون من هذا الأمر العرب يخشون من مسائل أخرى هم يعتقدون أهو هذا واقع الحال إنهم أقليات شيعية وبالتالي النظرية ولاية الفقية تعرف يعني هذه النظرية تقول بأن الفقية الجامع للشراءات في قم سلطة ممتدة على كل المسلمين طبعا المسلمين ما يطيعوا لكن ممكن أن يكون أزاء من الشيعة يطيعوا يعني ملاحظة خلينا دهر كعراقيين إيران تدعم حماس الجهاد الإسلامي وبعضهم لما صارت القتال بين فتحه وبينهم وكواحد الثاني قل لي إيراني اسمح لي بهاي القضية ولكن إيران نفسها عزت بقضية عدية القصية بقتلهم عزت بالزرقاوي في حين هي تابعة عسكريا وماليا كأنه فقط وليس أيدالوجيا أنا هذا اللي أرقصده لو كانت أيدالوجيا ما كانت عزت عائلة الزرقاوي هذا جدا إيران تعرفها براغماتية وذا يعني يأمل إيران تتبع سياسة براغماتية بالدرجة الأولى وإن لجأت إلى قضايا عقاعدية فهي في خدمة البراغماتية الإيرانية هذا هو حماس هي الحقيقة تريد تخزز دورها في الصراع العربي الصهيوني تريد لها موطئ قدم في هذه المناطق لأنه معتها غير حماس ممكن أن تعتمد عليها في هذا الصدد لكن براغماتية ليس قاتل إسرائيل براغماتية لأنه لا ليس قاتل إسرائيل العدال إسرائيل هي تريد قاتل إسرائيل نعم ليس قاتل إسرائيل لو أدرحها تقاتل حتى لو أدرحها إيران خارج إطار الصراع العربي الصهيوني لا تشكل أي تهديد أو خطر على إسرائيل قضية إسرائيل قضية عربية إسرائيلية صرف العالم الإسلامي عالم مساعد لكن ما هو طرف في الصراع وإذا تشوف إيران دخلت شو كد دخلت على خط الصراع يعني بعد الثورة الإيرانية بالتسعة وسبعين مو يلا بجت تدخل بهذا المجال صارت قضية بالحرب العراقية الإيران تذكر إيران غيت وقضية أنه وصول أسلحة من إسرائيل طبعا بالتأكيد هي بالتأكيد فلذلك مرات يعني أنا ما أؤمن أنه أكد دولة اليوم تتبع سياسة مبدئية وهذه طيب أنا أعبد سياسة مبدئية قوية لازم أخذ فاصل قصير مشاهدين ونعوذ أهلا بكم مشاهدين مجددا في الجزء الثالث من البرنامج وحديثنا من التواصل وصدد المواقف الإقليمية والدولية زال أوضاع في العراق وأبقى يا دكتور نديم باختصار قلت أنه إيران لم يكن يعني ليس لها يعني ليست محور في الصراع مع إسرائيل معرفة فهمت كلامك ولم تشترك في أي مرحلة من مراحل الصراع يعني من 48 حتى هذا الأقصد هي محور ولكن لم تكن ظليعة في الحرب على إسرائيل محور في أشياء أخرى إيران إيران ليست معنية بالصراع العربي الصهيوني إلا من باب براقماتي تريد تطور علاقاتها مع العرب تريد تتوقع لنفسها ومستقبل في فلسطين هذا أمر وارد بس قضية مبدئية وعقاعدية هذا لا نستطيع أن نقبله إلا في إطار البراغماتي يعني الآن أخو أكو شعار مرفوع ما لتصدير الثورة لكن هو حقيقي هو حقيقي يعني ممكن أن نصدر الثورة إلى فلسطين محهد برونكز أعتقد سيد سلطان البركات يقول لو كانت الدول العربية يقول أنه قامت الثورة على الثورة الإيرانية الشبكات معينة مجاهدين يسميهم ناس مقاتلين إلى آخره أي منطق الثورة منطق الدولة كان ممكن يشجع لو كانت هذه الدول العربية انفتحت على طهران وعززت قوى الدولة وليس قوى الثورة فكان الانفتاح يفيد العرب أكثر ما يفيد إيران شوف يعني خلي نوصف الواقع الحال بعد النجاح الثورة الإيرانية صار لها قبول في المنطقة العربية على الأقل على المستوى الشعبي يعني وين ما تروح تلقي تأييد بل تأثيرات الثقافة الدينية اللي دخلت في مصر وفي بعض البلدان العربية وبما فيها العراقية بوحي من الثورة الإيرانية فابتداء هذه الأطراف العربية كمجتمعات كشعوب وكحكام ما تعاملوا إياها بعدائية يعني وإنما رحبوا بها باعتبار أن شاء إيران كان شرط الخليج كان حليف إسرائيل فهموها من هذه الزاوية هذا نظام إسلامي رح يكون أقرب إنه لكن اصطدموا بعديا بقضية مبدأ تصدير الثورة وبناء سياسة خارجية مبتئة على أساس الفئوية ساد نديم أنه يعني فكريا إيران ليست مقنعة بأيدولوجيتها ونهجها الفكري عند أي واحد سنة لا 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 لكن تؤثر على الأقليات الشيعية ربما الموجودة في تلك البلدان لا شلون تتأثر على البحرين شلون أثرت في أحداث اليمن شلون أثرت في العراق شلون أثرت في لبنان وشلون الآن تغلغلت في مصر هذه أكثرية شيعية في اليمن أكثرية شيعية في البحران أكثرية شيعية في الغراغ أكثرية شيعية وفي لبنان أكثرية شيعية في مصر أكثرية شيعية هذا التدخل بالشغول هو يuity ingrat اقليات. اقلية او اكثرية. اكثرية. المهم انهم مواطنين هم غير ايراني. اقلية اغلبية هم مواطنين غير ايراني. يعني هذا يحمل الجنسية البحرينية. هذا يحمل الجنسية المصرية. وبالتالي هذا المنهج هو اللي جلب العداء العربي باتجاه الايرانيين. لانه بدأوا يخشون من تحريك هذه الملفات في داخل ملدان. خصوصا المملكة العربية السعودية. خلينا اسأل السادة. متوقعك هذا المواقف الاخيرة. قضية النفوذ الايراني. بعض الفصائل من تميل الحشد. كيف ستؤثر مواقف اللي صدرت من يعني وصف حزب الله اللبناني بانه ارهابي الى اخره. وموقف العراق المتحفظ على هذه القضية كما تعرف. كيف يعني كيف ستؤثر علينا احنا هنا في ظل الانتخابات. في ظل علاقتنا مع اربيلي اللي ايضا تنتهم بعض الفصائل بينه صارت خروقات عمنية ولا اخرين. يعني انا افضل انظر للعراق. نعم. هو هنا اقصد تأثيرها على العراق. والواقع المحيط بالعراق. انا عندي قدر. اسمه ايران. عندي الف ثلاثمائة كيلو متر وياها. حدود. بلد شيعي. عندي غالبية شيعية هنا. نعم. غالبية من السكان متعاطفينوا اياها. عندي اميركا. اقوى دولة بالعالم. ايضا دعموني بعراق الجديد. الدولة ينهذني فقط هم اللي دعموا نشوء العراق الجديد. اللي اهداف مختلفة. ايران واميركا ما اتفقوا. بس اكو مناطق التقوا بيها. المحيط العربي ما لي. كله كان ضد هذه التجربة. من باب الصفقات اسلحة. وكأنه ايران دولة عظمى. راح مثل. اقول لك. بالاقليم بالاقليم الشغلة اسهل من هذه. مثل الشيعة والسنة بالمناطق العربية. البارتي ضد ايران. ويا تركيا. نعم. واليكتي الاتحاد الوطني. ويا ايران ضد تركيا. نفس الشي. امتدادها عشائري. قبائلي. امتدادها سياسي. هي هي شي. نعم. اذن عندنا هالدولتين. اقول لك شغلة. امريكا. اقول لك كردستان. بما فيها المناطق المتنازعة عليها. ام. وربع قرن مشافة جندي عراقي. شرطة عراقي بملابسة رسمية مشافته. ومشافة واحد بالحشد. ام. وربع قرن من الف سعمية وواحد وتسعين حتى اللحظة. فالحديث بهاي القضية. ستة واسعين شافوا. 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 لما دخلت قوات الحرس الكمهوري. بدعوة من مسعود البرزاني. نعم. بدعوة من مسعود البرزاني لمقاتلة خصمة. نعم. فمرات خد ننظر للواقع وليس الكلام. الكلام اللي نتقوله قيادة البارتي كبير. انه الحجد الايراني ومدري شنه كذب هذا. لا وجود لهذا الشيء. هم ممسموح للجندي العراقي ان يدخل للضابط. ومو بس الجندي. ان يدخلوا بملابسها العسكرية لكردستان بما فيها المناطق المختلف عليها. فهذه مبالغات. انا باشر عدي تحديات يمثلها الصراع الايراني الامريكي. وخاي اقرب الي من مشكلة حزب الله اللي هو صار جزء من الحالة اللبنانية. اللبنانية تحاية شوية. ما عندي ما ماكو مشكلة يدافع عنه ولا يدافع عني. عندي هنا. الفكرة المسوقة عن الحشد انه هو ايراني. وهذه طبعا الهبع الطائفي قديم. ما ما ريد يعني بالثلاثينات حفوا بس اريد اشوف هذه الخلطة القومية الطائفية. بالثلاثينات اصدر احد الكتاب الطائفين اسمه عبدالرزاق الحصان. كتاب اسمه العروبة في الميزان. حاول يثبت انه كل شيعي هو ايراني. نعم. لأول مرة يصير توثيق عندنا بالعراق لهذا. فالعراق من اقصى الى اقصى بما فيهم السنة شكلوا وفود. وطالبوا بمحاكمته. كل كل لواء بذاك الوقت كان يشكل وفود ويروح يشتكي على الحكومة. عد الحكومة عليه. هاي. وهو في اسم مكان? عبدالرزاق الحصان. وهو كتاب بائس جدا. انا قاريلي انه دا حتش عنه. نعم. اسمه العروبة في الميزان. انه لا يمكن تكون عربي وشيعي ببقت واحد. اذا كنت شيعي فانت ايراني. هاي الفكرة لانه دخلت بعالم الكتب الثقافة. اثرت لقيناها فيما بعد عند معروف الرصافي. شاعر مثل معروف الرصافي. بالرسالة العراقية كتب. ايضا اعتبر الشيعة ايرانيين. شوفوا التسويق مالها. بدر شاكر السياب. اللي هو كان شاعر شيوعي وثوري وكذا وكذا. صار قومي. ايضا رجع لهاي النغمة بكتابة. كنت شيوعيا. نعم. هاي سادة اجي صدام حسين لأول مرة. هول هاي القضية الى قضية شعبية وعامة. فارسي شيعي يعني ايراني. والخليج قبلها. تعجبه يعني بها بعض طائفة. وهو قدم نفس البطل القومي وبطل الطائفة. هذه الهلمة الكبيرة. لا تخوفني. انا ايران ما فيدي ومحتلة ارض من اراضية. انا عدي صدام. مشكلتي ايه صدام. راح اطاها شطة العرب. اطاها مناطق هناك وياها. يعني مسارة عدي حرب. عدي. من اسقطنا صدام. ما كان عندي حليف. يوقفوا بجهي. العالم كله ضدي. لا. بالحرب العراقية الايرانية يحتلوا الفاو. حسنا ما الحرب. لا. انا دحشي انه مشروع احتلال توسع الايراني. هذه اكاذيب تكون شائعة قوة. لكن على ارض الواقع هي صفر. على ارض الواقع صفر. ايران عدها تأثير على العراقيين. الشيعة المؤيدين لولاية الفقه. حتى حتى بامامة عندما قالوا راح نطلع. بحملة الانتخابية. انه راح نطلع. كلينتون قال راح نطلع. داعي في الموصل. قال بانه سيأتي البديل ايران. يعرفون هذه. عده له صدام. هي امريكا ورطتها ورطة بالعراق. سقطت صدام. وجدت المكسب الايران. حتى بالسياسة ما عندك خيارات مريحة دائما. ما عندك هذه المريحة. فانا باشر التحدي الكبير اللي راح يواجهني. القوة السياسية وتحديدا العسكرية المؤيدة لولاية الفقه. شنو الموقف وياها. انا عندي مشكلة حقيقية. الدستور ما لي ما يسمح ب ازدواج السلاح. نعم. السلاح فقط عند الدولة. كثير من هاي القوى انضمت تحت الحجد الشعبي. نعم. لكن هناك بعض القوى ظلت ميليشيات. توصيفها القانوني. هاي خارجها على القانون. اللي منضمت تحت الحجد الشعبي. اللي هي خاضعة للدولة. بالنسبة اليها. هذه تهددني. تهددني كمواطن فرد. تهددني كدولة. جزءا من القوات المسلحة الحكومية. معركتنا القادمة. معركة العراق القادمة. ونقول معركة مو رصاصة. المعركة السياسية والاجتماعية هي كيفية توحيد السلاح بيد الدولة الواحدة حسب الدستور. اه. اي كلمات كبيرة حول هذا الامر غير مجدية. انه الدولة ما تتحمل. ما نجح الدولة بالحالم بهذا الشيء. الميليشيات بالمناسبة. حتى ميليشيات. ما اقصد الحجد الشعبي. اه. نشأت. كما نشأت في دول كثيرة من الحالم. في يوم ما في اوروبا وفي اميركا قادة الثورة الليبرالية. نعم. هاي الميليشيات. في فرنسا قادة الثورة البرجوازية. بعد الثورة الفرنسية. نعم. لحقا اجا وقت تتغير. تتعالفت حكومة فيشي اللي كانت تحميلة للمان. وقت الحرب العالمية الثانية. وصار يطاردون المقاومة. السلاح مفسد. خارج خارج القانون. مفسد لاصحابه. نعم. وانا اذا تحط بيدي السلاح. اظل اسبوع. اسبوع ان يدخلش آدمي. بالاسبوع الثالث. افكر مثل داعش. اصير مسؤول عن المواطنين. اصير اقول له هذا فوت مننا وهذا لا تفوت مننا. اقول لك هويتك. هذا التحدي الخطير بالعراق عدي. انا اعتقد حكومة العبادي وحكومة اي واحد يجي بمكانه. واعتقد ما نضطر نتعارك. ما نضطر نستخدم سلاح. التفاهم موية ايران. فيما يخص القوى التابعة الولاية الفقيح. اسهل من الدخول بحرب وياها. وايران ما تسمح الحرب. تقدر نقول لهم ارجع لبيتكم. اسمع تعليق من السازة. او امنيات هذه. او امنياتي. دكتور عبد الامير. ولكن بعد هذه الوقف الاخيرة مشاهدنا. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الاخير من البرنامج. واتوجه بالسؤال الدكتور عبد الامير. ما اعرف قبل ما اسألك هل لديك تعليق على ما تفضله بضيوب من الكرام. والله كثير بس ما اعرف الوقت يسمع. انا ولن فقط اتحدث عن موضوع تصدير الثورة. الثورة ملفوظ بعثي صدامي. مثل مفاتيح الجنة. احنا كنا صغار في وقتها. لا لا انا مريد فقط بس على ايران. احنا هذا الموافق في الايران. سهل. وحدة على ايران. كيف تنعكس. ايه. كيف تنعكس هذا القضية. وهذا المواقف على على وضعنا بالعراق. يعني انا تقلت لي على اللي قاله الاخوة. هم قالوا مجموعة اشياء غير علق عليها. لا المحورة الاخيرة اللي ناقشناه حقيقا. وتأثير هذا المواقف. يعني فقط ما اللي قال الستاذ. نعم. يعني يعني نتفق معه. يعني فيما كل ما قال. وان كان يريد ان يجمع يعني اكثر من تفاحة في كف واحدة. على اعتبار انه يريد يقول امريكا صديقي ويران صديقي. وهذا كلام يعني يبدو اللي لا يتسق. مثل ما سيدنا وحشي قتل سيدنا حمزة. الحقيقة الدامغة. الحقيقة المؤذية. انه. ليش ليش. من اسقط صداميحسين. يعني انتم اسقطوا مثلا. احنا من هو. من بنى العملية السياسية. انتم احزاب والاسلام السياسي. من? هم حتى العلمانيين. وحتى الاثيوعيين. بس. بس. سما من اسقطوا صداميحسين. يعني هذه ما يعرف. هذه العملية السياسية. تعاون امريكي ايراني. دولي. تعاون امريكي وايرانيي دولي. وهو اللي اسقط صدامي. ليش امريك ghosts stahington بمناسبة ليس الإيراني تعاون العرب تعاون مع العرب أيضا تعاون إيران الحدل 2005 كانت متوجسة من التدخل يعني الآن نعم سنحكي بدون المقاطعة نعم بخصوص الأمريكان الأمريكان بالمناسبة أرادوا مرتين أن يستأذن الإيرانيين في أسقاط دولة مرة في أفغانستان ومرة ثانية أن هؤلاء العروبيين أو العرب ما أعرف يسمونهم الذين هتفوا فيما بعد ضد الاحتلال ومنعوا العراق من أن يتنفس الهواء لأنه بالتالي دولة محتلة دخل الاحتلال من خلال أراضيهم لم يدخل من الأراضي لم يدخل من خلال الأراضي فأراض في أفغانستان حطت في في إيران وإيران كانوا مستقباراتية مثل ما تريد تتقنعي الآن إيران مستقباراتها القضاء على طالبان قضاء على صدام بعض الأشياء الاستقباراتية تتقولها على عواهنها لا نطالبك بدليل مثل الآن تقدرت بعض الأشياء أنا لا مقتنع بها كثيرا أنه مثلا كيف أن الإيرانيين تعاملوا مع أمريكا تعاملوا مع الإسرائيليين أشياء نطلقها هكذا جزافة لكن الآن أن تقول أن نزول بعض الطائرات الأمريكية في إيران أو نزول الطائرات الإيرانية خلينا من هذه من صالحة كان أنه يسقط نظام صدام حسين عدو والنظام طالبان عدو لا نسويها قديسة يا أخي يا عزيزي كان من الأولى لست قائل بأنها قديسة لكن كان من الأولى وهو يريدون أن يسقطوا بنظام عدو لها كما تفضل أن تسمح لهم أن يمروا من خلالها هذا المو المنطق لم تسمح لهم أن يمروا من خلالها العرب سمحوا له العرب العرب الذين صفقوا لصدام والذين دفعوا به باتجاه حرب إيران هم الذين دخلوا من وبعد ذلك انقلبوا علينا وقال لنا العرب أنتم هلال شيعي مثل ما قال أبو الأردون وقال حسن مبارك والعرب داروا ظهرهم للعراق فيما بعد لذلك أقول فكرة يعني يكون بعض الأفكار نحن إما نتأكد منها لو ننقل كلام ما الفيسبوك يعني أنا آسف في هذا لم يكن ناهضا يعني أنا ما أريد أتحدث كثيرا عن ما علّق هذا الأخير أنا لا عنده وقت هواية هذا الأخير قضية تأجيل انتخابات وخوف بعض الحركات السياسية من هذه القضية هذا بسبب أجندات خارجية لا أشوف راح أقول لهم طرف داخلي كلام ربما جديد يعني بعض الأخوة في قادة الحجد الشعبي اقترحوا اقتراع قالوا والله لو نترك بعض المناطق غير يعني لا تحرر إلى ما بعد الانتخابات شون شون يعني بعض المناطق التي سنحررها أنا أقول هم يقولون هكذا لو لا نحرر هذه المناطق إلا ما بعد الانتخابات لماذا حتى نستفيد من وضع العراق على أتبار أنه مازال محتلا وبحاجة إلى الحجد الشعبي والحجد الشعبي هو القوة القادرة على تحرير الأرض وبالتالي الناس تحتاج الحجد الشعبي تذهب إلى تحريره الرد كان في غير هذا الرد كان لا يجب أن نحرر الأرض حتى وإن خسرنا الانتخابات هذا إذا دخلنا الانتخابات من أين لذلك من أين جاء الرد من بعضهم طبعا القادة الآخرين هنا تكمن لدينا الاثنينية هذه المشكلة لماذا يخشى البعض من أن تؤجل الانتخابات ولماذا يريد البعض أن يقيم الانتخابات حاليا أنا أقول وبشفافية عالية من الذين يستعجلون إقامة الانتخابات بطريقة سريعة وثابتة وبموعدها يريد أن يستثمروا روح التعاطف الكبير رد الناس في موضوع الحشد الذين يريدون تأجيل الانتخابات هذا الفترة الزمنية التي تمتد إلى الانتخابات تضعف بها الواقع الحقيقي للحشد الشعبي بعد موجود أراضي محتلة ابتعد عن واقع القتال ابتعد عن واقع تحرير الأراضي بالتالي لا يمكن أن يرقى الحشد في تلك الفترة إلى مستواه الحالي وعليه لن يغنم كثيرا من المقاعد في المستقبل القريب بالانتخابات فيما أجلت هي هذه الفلسفة التي يراهن عليها البعض والتي يريدها البعض الآخر ونحن نعتقد أن الحشد بالتالي وهذه للأمانة أقولها الحشد معادة ليس فقط من قبل كتل سنية كما تحدث البعض وأن السنة يريدونها يا عزيزي أطراف شيعية بحثة كبيرة تقلقها الواقع الحشدي ويعتقد بأن الحشد سيأكل كما يقول من جرفه وبالتالي جمهور الشيع واحد فإذا ما جاء الناس صوتوا للحشد وبالتالي كانوا قد صوتوا له في مرة سابقة وعليه ولا يريد للحشد أن يكون نظم للانتخابات القادمة وقد قالوا بعض الملفوظات الغريبة بعضهم قال المجاهد يجب أن لا يكون سياسية وهذا كلام مضحك حقيقة نعرف أن المجاهد تتحول إلى سياسي فيما بعد كما والحال في فيدر كاسترو كما والحال حتى في أمير الأمين تذكرت حضرتك مثلا كتلة الوفاء للمقاومة هم مقاتلين في الإجناء أحسن هذا كلام جميل يعني بالتالي أن السيد العبادي هل سينجح في أن يعزل الحشد عن أن يدخل الانتخابات القابلة وهذا كلام حقيقي طبعا لا على اعتبار أن الحشد لا يدخل بالمقاتلين أنفسهم ربما سيدخل بناس مدنيين ولكن بكتلة الوفاء للشهداء ربما اسمها كتلة الوفاء للمقاومة بقعد هذا السؤال وأخذ رأيكم بسرعة تأجيل الانتخابات فقط هذا السبب؟ دعوة لتأجيل الانتخابات؟ الخشية من دخول الحشد والستثمار الإنجازات العسكرية؟ يعني قد يكون هذا واحد من الأسباب لكن بالتأكيد هناك أسباب أخرى يعني أنا أتصور هناك يعني قضية عودة النازحين قضية عادة العمار المناطق المنكوبة أنا أتصور أكو عامل دولي أيضا داخل على هذا الخط العامل الدولي الذي يرى أن التجربة بدأت تفشل وبالتالي الاستمرار على هذه الطريقة بهذه التوازنات لن يفضي إلى نتائج إيجابية إذا بقت توازن بهذه الطريقة الحل ما هو الآن المعضل جديد إذا هذه التجربة بدأت تفشل ما هو ما هو هذا اللي أقول أنا العامل الدولي سيناريو شو يفكر ما أعرف يعني قد يفكر بتعطيل الانتخابات وفرض حكومة أخرى يعني سيناريوهات يتم التحدث عنها كثيرا مدى واقعي يتعد ما تسمحها حضرتك أنا أعتقد الولايات المتحدة هي الرائع الرسمي للعملية السياسية إذا أردت شيء تعمله في العراق تعمله وتنجح فيه أنا عندي قناعة بهذا الصدد المهم العامل الأخير اللي دخل على الخاط في عملية الانتخابات هو قضية الحجد الشعبي الحجد الشعبي أنا أعتقد يعني هو رح يكون إلى دور في المرحلة القادمة وما رح يكون لكن مو بالحجم اللي يتحدثون عننا البعض يعني يعتقدون رح يجيب أغلبية أغلبية بعد ما يكون عندناك تنظيم سوف يأتي بالأغلبية هذه النسبة مال 89 و 91 لن تحصل عليها بعد كتلة معينة هذا لا يمكن الحجد الشعبي يدور كيف تأكدت من هذا الموضوع؟ هذا قراءة هذه قراءة الحجد إما أنه سيدخل ضمن إطار دولة القانون أو يدخل إلى جانب دولة القانون هذا الاحتمال وبالتالي الأصوات اللي حصلت عليها دولة القانون اللي هي أعتقد 89 89 الآن ما رح تحصل على هذا الرقم يعني احكي عن 50 فما دون هذه الخمسين فما دون ستتقاسمها مع الحجد الشعبي مع فصائل الحجد الشعبي إذا دخلوا سوية أو ذهبوا منفردين سيتقاسموا هذه النسبة لا رح تصور الحجد رح يجيب مثلاً في التسعين مقعد أو مئة مقعد عند الدقيقة الدقيقة الباقية خاصة سالساد عامر هذا صدرت من مسؤولين عراقيين الإحاء أو الإشارات إلى قضية تأجيل الانتخابات من أطراف سنية واضح التبرير مالك أنا ما شايف بالوضع العراقي مدن من كوبا ناس نازحين أنا ما أعرف فرق أروح شي قل لهم يعني بالوضع الحالي ما شايف شي يمنع أو يدعونا لتأجيل الانتخابات لأنه انتخابات عندنا عديدة صارت بظروف أصعب من هذه لأول مرة القوات العراقية تصل لأراضي لم تصلها من 2003 فالسنة بالمناسبة حتى المهجرين عندهم حماسة للانتخابات أكثر من قادتهم من سياسيهم ما رح يصير المشكلة اللي رح تواجهنا باتشو أقب قلت لك هي الحشد اللي دنقول رح يشترك بالانتخابات من نقول حشد نقصد صاحب السلاح ولا صاحب السياسة إذا بالسلاح لا يمكن بموجب الدستور أن يشتركون بالانتخابات يسوون تنظيم سياسي يعني إحنا مو في لبنان حزب الله يقدر يدخل كحزب مسلح بالانتخابات جزء من الوضع اللبناني الدستور العراقي ما يسمح لجهة أو حزب تكون عنده امتدادات عسكرية مسلحة حزب الله ما دخل الانتخابات بس عنده مقاعد إلا يعني بمسمى آخر مدنيين يعني بالضبط الحشد الشعبي ربما كل تضحياته هائلة ولطيفة وممتازة ولطيفة فعلا لكن ويشار لدور الفتوى لتوقيتها ممتازة من السيد على الاستستاني بيها لكن لم بالغ بالمخاوف من عنده أنه قد رح يحصدون أنا أعتقد المؤمنين بالحشد في الغالب رحوا انتموا للحشد رحوا وقاتلوا لكن المقاتلين ما عندهم شعبية جماهيرية مثل الآخرين مثل السياسيين إنسان الطبيعي يفكر بالحياة الطبيعية خلص ما يريد يضع المقاتل وبيد السلاح ويريد نصر لا تنسى إحنا مقبلين على مرحلة داعش انتهت وهذا أكبر انتصار بتاريخ العراق مطرقة حقيقة لأن هذا ما يسبح به الوقت وبلغ نقتام الحلقة ونهاية أشكر ضيوفي الكرام الدكتور نديم الجابري السياسي والأكاديم العراقي شكرا لك دكتور والسيد عامر مدرح السون الكاتب والصحفي شكرا لسال عامر ودكتور عبدالأمير العبودي العبودي الكاتب والإعلامي بعد التصحيح الذي وردني وشكر لكم دائما مشاهدين على حسن المتابعة راسلونا على البريد الإلكتروني ظهر أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة